من هو منفذ الهجوم اللي حدث في لندن وكما اطلق عليه وزير الخارجية في لندن انه بسكين وسيارة قام بتنفيذ هذا الهجوم كانش معا حاجة غير سكين وسيارة احنا كنا اعلننا الحلقة اللي فاتت عن شخص لكن ما طلعش الشخص ده والنهاردة برضو هقولكم ليه كان في وسائل الاعلام قالوا انه الشخص اللي هو عز الدين او حاجة زي كده هو المنفذ ولكنه يعني لان كان في شبه شوية بينهم الصورة اللي كانت متاحة هي الصورة وهو على الارض فقط ولكن الان تم الكشف عن خالد مسعود هو منفذ زي العملية كان مسيحي واعتنق الاسلام وفي قصة كده وقفات عند محطات من حياتي خلينا نشوف هذا التقرير هيعرفنا من منفذ هجوم لندن الاخير بعد الاعتداء القاتل في قلب لندن النابذ هدوء يسود منطقة الحاجث قرب البرلمان والشوارع المؤدية اليه بفرض طوق امني حولها ومنع تنقل المركبات فيها مع السماح فقط بحركة الرجلين اذا ما كانت للناس ضرورة الوصول الى هذه الاماكن للعمل بعد تأكد عناصر الشرطة من هوياتهم لا اعتقد ان لندن ستتغير بعد هذا الهجوم او يخافون مما حدث على الناس التفكير قبل الوصول الى استنتاجات قد تحدث انقسامات كما يحدث عادة من المؤسف ان يصبح الارهاب في حياة الناس البرلمان استأنف جلساته بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجوم الخمسة بينهم ضابط امني في البرلمان جراء طعنه بسكين وبعد صمت دام قرابة 24 ساعة اعلنت الاجهزة الامنية هوية المنفذ وبحسب الشرطة لندن فان المنفذ الذي قتل في الهجوم يدعى خالد مسعود يبلغ من العمر 52 عاما ولد في منطقة كانت وعاش في منطقة وست ميدلانز وهو معروف للشرطة بسجل اجرامي حيث دين بتهم عنف وحيازة اسلحة ومخالفة النظام العام لكنه لم يتهم فيما سبق بتهم ارهابية الامن البريطاني وصل التحقيق في ظروف ارتكاب العملية واعتقل ثمانية اشخاص بعد سلسلة مداهمات في لندن وبرمنغام حيث تعيش نسبة كبيرة من المسلمين من اصول اسيوية لم يكن منفذ الهجوم مراقبا ولم تكن لدينا معلومات استخباراتية حول نواياه الارتكاب الاعتداء فالتحقيقات المكثفة متواصلة ويتوقع ان ترفع الشرطة طوقها الامني حول البرلمان فور استكمال الفريق الجنائي التابع لشرطة مكافحة الارهاب جمع الادلة من مكان الحادث الحياة عادية جدا عدا في منطقة مصرح الجريمة فالناس يزاولون مهامهم كالمعتاد بالتأكيد ان الهجوم ردود الفعل زي ما هو بيقول يعني في الاخر ان هي كانت فعلا يعني ترازم اي طلعت وقالت انه مش هي يعني مش هيقعدنا في بيوتنا مش هيهزمنا الارهاب احنا اللي هنهزم الارهاب الحياة عادية جدا كانت على جسر وسط منستر الناس كلهم قالوا كده احنا اكبر من انه يخوفونا برضو البرلمان يعني استعاد الجلسات وهي ترازم اي كانت قالت كلمة برضو قدام البرلمان فبالتالي برضو يعني الموضوع كان فيه نوع من انواع التحدي هذا الشخص يمكن زي ما سمعته هكمل معيكم هو كان مسيحي مولود باسم ادريان راسل وكان قبل كده يعني بيقولوا كان بوسط اسرته وكان ليه صور بيقولك يعني كان زمان كان طبعه هادي فيه صورة اللي هي وهو صغير فما كانش فيه حاجة لغاية ما بعض المحطات اللي هنشوفها دلوقتي يعني دي كانت فيه بعد كده بقى اللي هو المحطات نشوف مع بعض من امتى بدأت التحول ان هو عام 1900 هو عمره حاجة وخمسين سنة ولد عام 1964 لاب اسود وام بيضاء وكان عمر الام كان 17 سنة بس لما ولدته وزي ما بقولكم ان هو مرة واحدة قريب وقال ان هو قطع العلاقة بيهم بدأ مصار الشباب في عالم الجريمة لما كان عمره 19 سنة يعني هو مولود عام 1964 بعد كده 1983 قدينا في جريمة حق عام وكان سجنة بسبب تهمة حيازة الاسلحة وبشكل غير قانوني ايضا بعد كده نكمل باقي التواريخ دخل على فكرة السجن تمت سجله القضاء يدل على ان تم سجنه مرتين كان عام 2000 سجنة بسبب سكينة بعد ان تعنا شخصا بسكين بالاضافة الى اداناته بارتكابة اعتداءات اخرى يعني لهو سجن الاجرامي بعد خروجه من السجن في عام 2004 هم برضو هنا بالتاريخ بالضبط امتى واعتنق الاسلام عن تارين الجوز مسلمة وانه كمان سافر السعودية فسافر السعودية كان قالك انه هو بدأ يهتم بالدين الاسلامي وبالرغم من كده لم تتغير تصرفاته بشكل مباشر لكن وصل حياته الاجرامية حسب السيرة الذاتية لهو انه هو غير حياته فجأة في عام 2005 وتوجه الى السعودية اقام وعمل كمدرس مدرس لغة انجليزية هناك وكان بيدرس موظفي الهيئة العامة للطيران المدني اللغة الانجليزية العمل كمدرس كان ما بين عام 2008 و2009 ده كان في السعودية حسب السيرة الذاتية انه هو واصل حياته كمدرس بعد عودته من السعودية الى بريطانيا هنا غير اسمه الى خالد بن ادريان الى خالد مسعود هو بيقول انه تم تغيير اسغير اسمه اكتر من مرة لكن اخر اسم كان خالد مسعود بدأ بالعمل في مدرسة للغاية في لاتن وكان يشرف على عمل سبعة مدرسين اخرين وزارة التعليم البريطانية نفت علمها بتوظيف مسعود كمدرس في اي مؤسسة تعليمية بالبلاد السيارة اللي استخدمها اللي هي الهيونداي السوداء الدفع الرجاعي بيقال ان هي استؤجرت من فرع بيأجر عربيات في مدينة بيرمينجهام بيرمينجهام زي ما تقال في التقرير ان هي معروفة عنها ان هي من الاماكن اللي فيها عدد كبير جدا من الجالية المسلمة في لندن بي بي سي عرفت ان مسعود قبلغ مسؤولي الشركة اللي هيش تهجر منها العربية ان هو بيعمل مدرس ولكن وزارة التعليم قالت ان هي مفيش معلومات الشرطة البريطانية داهمت صباح الخميس منزلا في مدينة بيرمينجهام وذلك في اطار تحريات هجوم وسط منستر اللي شهادته العاصمة البريطانية وجرأ اعتقال عدد من الاشخاص في المدهمات اللي تمت في بيرمينجهام وده كان اعتقال تم اعتقال شخصين اخرين يشتبه بارتباطهما بهجوم لندن وده كان زي ما قلتلكم من المدهمات اللي حصلت في منطقة بيرمينجهام طبعا وكالة اعماق وداعش تبنت هذه العملية او قالت ان هو منفذ هذا الهجوم هو جندي من جنودها مصدر امني لوكالة اعماق قالت منفذ هجوم الامسة امام البرلمان البريطاني في لندن هو جندي لدولة الاسلامية نفذ العملية استجابة لندقات استهداف رعاية دول التحالف وهنا اختلف البعض البعض قال ان هو علشان مات في هذه العملية هي بتتلكك يعني واي عملية بتقول عليها في البعض الاخر شايف انه ممكن ما يكونش هو ما تدربش في سوريا عشان كده ما استخدمش سلاح لكن هذا الفكر وهذا النهج اللي انتهجته ده بتنتهجه داعش في كل عملياتها الاخيرة عمليات الدهس عمليات الطعن وبالتالي ده بيشير الى انه يعني في مجموعة كبيرة بتؤيد انه اه طبعا يعني داعش عندها حق في الاعلان ده بانه هو جندي من جنودها يعني ممكن ما يكونش دعابته وممكن ما يكونش تدرب عندهم في سوريا ولا في اي حاجة ولكن هو الفكر وهذا النهج حتى التحقيقات في بريطانيا كانت الشرطة البريطانية قالت انه هو من الواضح انه متأثر بالارهاب الدولي طب ارهاب دولي مين غير باعش فبالتالي يعني زي بس ما بقول لكم الرأي اللي هو بيقول لك لا اه داعش لازم تعترف كده مدام الولد مات او الرهابي ده مات اه المجموعة التانية بتقول لك هو ده نهج داعش اه فيه كمان اه اه فيه بقى خبر بيقول لك انه فيه عاملون في فندق اللي نزل فيه منفذ الهجوم اه خالد بسعود قالوا انه هو كان مهزب جدا اه اه فيه كمان الكلام ده كان عارفوا منين انه هو كان نزل في فندق اه لما لقوا فطورة في العربية اللي هو كان بيسقها اه فندق بريستون بارك اه وقالوا انه هو كان عايش كان عايش كان قاعد في الفندق ده يعني اه دي كانت اخر حاجة اه اتقالت عنه اه من ناس كانوا شايفينه في الفندق قبل ما يقوم بهذه العملية ولكن قال لم تعد كما كانت يعني فيه ناس سمعون هو كان بيتكلم عن لندن ان هي لبعض العاملين في الفندق بانها لم تعد كما كانت ودي اعتبروها ان دي اخر جملة قالها قبل تنفيذ هذه العملية اه ايضا كان فيه برضو استكمالا للموضوع الخاص باعلان وكالة اعماق عن ان هي قامت بهذه انه انه هي داعش يعني كانت وراء العملية وانه هو جندي من جنودها اه جي بعد كده اه صحيفة الديلي ميل البريطانية اه نشرت على صفحتها بانه فيه مؤيدي لتنظيم داعش الارهابي يتدولون صور ما بينهم للاعتداء على موقع تيلي جرام للتواصل الاجتماعي على قناة شبه رسمية واصبحت واوضحت صحيفة الديلي ميل ان مؤيدي التنظيم يتحدثون عن هجوم مبارك يعني هجوم اه رقم 45 زمائل امشوا معي بالترتيب بعد اذنكم اه هجوم اللي بيقولوا بعد كده الصور دي اللي انتشرت انه هما هيفجروا ساعة بيكبان ويطالع منها دخان ونار مشتعلة وانه مؤيدي داعش في هذه المواقع اللي ازهرت الخبر ده صحيفة الديلي ميل البريطانية انه هما بيهددوا بانه هما هيولعوا في مش دي خالص اه مفروض كان فيه صورة معانا في الخبر لبيكبان وهي بتتحرق وعندنا كمان كانوا بيقولوا برضو انه هما بيهددوا البريطانيين بحرب على ارضهم واخرى للطريق اللي سلكها منفز الهجوم يعني دي صور كانت مواقع لديعش رسمية نشراها نشرا صورة بيكبان نشرين تهديد للبريطانيين بانه هيكون في حرب على ارضهم ونشرين كمان تمام زمالنا دي زي ما انتو شايفين سورة اهي ان هي بيكبان محروقة ده موقع من المواقع اللي هي داعش نشرتها واخدتها صحيفة ديلي ميل البريطانية فوالتهديدات وكل ده والصحيفة لفتت لانه محطات شبيهة مؤيدة لداعش كانت تواكب التطورات بعد ردقات نيس وباريس وأورلاندو فبالتالي عشان يأكدوا ان دي تابعة لداعش مين بقى البريطاني اللي نمكن انا اعلمتكم عنه الحلقة اللي فاتت وده كان بينتشر في وسائل الاعلام البريطانية ان هو ده منفز الهجوم هو اسمه ابو عز الدين ابو عز الدين في شبه منهم شوية لانه زي ما بقولوكم لما كان على الارض واسمر وقلتلكوا ساعتها حتى عكريماوي اللي هو عصام عكريماوي منذوب البي بي سي كان اول واحد اتقلت في البي بي سي كمان لكن هيا ما اتنشرتش لانا لاحظتوا على فكرة ان انا اتنشرت على سكاي نيوز ولا على البي بي سي لكن كان في مواقع ترجمة الموضوع بتاع ابو عز الدين اللي هو الشخص ده اللي اتهم اللي تم الاتهام نتيجة للشبه ولكن والتيجة للسجل برضو وانتشرت فيديوهات لي ان هو كان بيعادي بريطانيا وبيتحدث باسم الاسلام هو رجل دين مسلم بيوصف بالتطرف ولكن هو يزال في السجن ده بعد منتشر الخبر ده اوضحوا انه هذا الرجل مش هو اللي نفذ العملية او اعلنوا النهاردة عن موضوع خالد مسعود وكل ماه وراه فيه كمان مين هما ضحايا هجوم لندن يعني برضو ده تقرير خلينا نشوفه والغاية دلوقتي الضحايا تلاتة بشكل مؤكد فيه واحد بين الحياة والموت عشان كده هما قالوا اربعة غير منفذ الهجوم اللي هو خالد مسعود وطبعا من ضمن اللي توفه في هذا الحادث امريكاني حتى دونالد ترامب كان كتب تغريد على تويتر بينعي هنشوف مع بعض التقرير هو سريع مش كبير جسر واسمينستر يفتح من جديد امام حركة السير بعد الهجوم الارهابي الذي شهده الاربعاء الماضي جسر واقع في حين يعتبر من اهم الاحياء السياسية والسياحية في المملكة المتحدة اصبح قبلة للناس الذين يقصدونه للترحم على ارواح الضحايا الاربعاء للغدر الارهابي من بين الضحايا الشرطي كيث بالمر الذي تعرض لطعن بالسكين من قبل المعتدي امام مبنى البرلمان البريطاني كيث بالمر 48 عام ترك ارملاتا ويتيما ومن بين الضحايا عائشة فريد 43 عام معلمة من جنسية بريطانية من اصل اسباني وتركي تبلغ من العمر 43 عام وهي ام لطفلتين القتيل الثالث امريكي يدعى كيرت كوكرين كان رفقة زوجته التي اصيبت بجروح في لندن للاحتفال بمرور 25 سنة على زواجهما الضحية الرابعة بريطاني يدعى لسلي روداس في الخامسة والسبعين من العمر من جنوب لندن لسلي روداس توفي ليلة الخميس في مستشفى كينكس كولاج متأثرا بجراحه اثر تعرضه للدهس بالسيارة على رصيف جيسي يبقى شفتوا الضحية الرابعة اللي هما كانوا بيقولوا بين الحياة والموت ولكنه بالفعل توفى طبعا كان ظهرت بقى فيديوهات وظهرت حاجات كتيرة للموضوع ده على اعتبار انه اللي حصل بقى خلاص عرفنا الحقيقة بالكامل استورت نشرت وكان عليها ردود افعال لكن انتوا كده اعتقد عرفتوا مين هم الاربعة اللي منهم مواطن امريكي كمان عائشة اللي هي مسلمة بريطانية مسلمة ودي طبعا برضو يعني يمكن كان فيه تعاطف معاها كبير جدا لانها كانوا بيقول انك ترايحك جيب ولادها وعدت على الجسر ده وكان حتى زميلها بيقولوا عليها ان هي يعني انسانة رائعة جدا جدا ويعني كده الامريكي كارت وده كان في الزيارة للندن علشان الاحتفال بذكرى جوازهم وبالتالي ان احنا كده دول كل اللي هم نيجي بقى للبنت دي البنت دي ليها قصة انتشر الفيديو اللي كان فيه واحدة بترمي نفسها هم بيقولوا مش عارفين هل هي نتيجة الاندفاع ونتيجة الاستضامة العربية وقعت من النهر ولا كانت نتيجة ان هي عايزة تنقذ حياتها فوقعت في النهر وما كانش عارف مصرها ايه ترى ما عاش معنا الفيديو ولا لا المفروض ان الفيديو كان انتشر يعني حتى لو يعني طيب ده الغريب يعني لان هو في موقع بي بي سي الحقيقة في اليوتيوب بتاع بي بي سي لو عندك وقت نجيبه يعني زميل صحيفة الديلي ميل قالت ان البريطانية اللي رمت نفسها في نهر التيمز هي شابة رومانية اسمها اندريا كريستيا عندها 29 سنة وهي كانت جاية لندن علشان تقضي اجازة مع خطبها كان جاية عشان يحتفل بعيد ملدها اللي هو بيصادف النهاردة او يعني كان او مبارح يعني كان يومين دول اللي هو تاني يوم من الحادث يعني فمبارح المهندسة اندريا بيقولوا ان هي اتعرضت لكسر بالقدم فواضح ان هي غالبا يعني هو بيقول لم يعرف اذا كانت قد وقعت او رمت نفسها في النهر ولكن هناك تقارير اولية رجحت الفرضية التانية ان هي تكون رمت نفسها يعني هو الفيديو عبارة عن انه كانوا بيشوروا على العربية وهي مسرعة وبعدين بيوريك وبيوروك وهي في السيدة بتقع في النهر معلش يعني انا اسف انا كنت مفروض اتجيبه انا لكن معلش طبعا يعني الحزن ساد بالتأكيد طبعا يعني كان فيه مظاهر للحزن كان فيه تنكيس اعلام حتى تنكيس الاعلام ده كان فيه اماكن كثيرة جدا فيه نواحي متخب مختلفة من لندن ومن برضو استفارات البريطانية في انحاء كثيرة من العالم يعني اضاءات برضو يعني اطفئت نتيجة لهذا يعني تعاطفا مع هذا الحادث نشوف جزء من تقرير علينا ان نذكر بان المستهدف ليست لندن فحسب بل نيويورك وارلاندا وباريس وبروكسل وغيرها من العواسم الكبرى الغرب مستهدف بهذا العمل الشيطاني الذي ينفذه مختلون للتأثير على نمط حياتنا وقيمنا لكنهم لن يفلحوا في ذلك عشرات الجرحى نتيجة لهذا العمل الارهابي احدهم لفظ انفاسه الاخيرة وهو لازلي رود البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما والشرطة اكدت ان القتلى والجرحى في هذا الاعتداء يحملون جنسيات مختلفة خمسون شخصا على الاقل جرح من بينهم واحد وثلاثون كانوا بحاجة لرعاية طبية واعمارهم متباينة وينحدرون من اثنتين عشرة جنسية مختلفة وللمرة الاولى اظهر تسجيل مصور اللحظات التي تم فيها اخراج رئيسة الوزرات ريزماي من مقر البرلمان بعد سماع اطلاق النار في الجسر قبل اقدام خالد سعود على اقتحام المبنى بالسيارة التي يقودها وطعنه شرطي بسكين كان يحملها لتنفيذ عمله الارهابي لا تستبعد السلطات البريطانية ان يرتفع عدد القتلى بسبب الاسابات البالغة التي تعرضت طبعا كده مؤكد على فكرة كان في بعض الناس بتقول كان مع سلح لا ما كانش مع سلح ناري هو قام بعمليته بسكينة والعربية اللي هي مشي بيها مشي بيها مسرع شوية خبط متحد الاول بعد كده فكرون هو يعني فقد استيطرة عربيته لقو طلع على الرصيف خبط مجموعة كبيرة عرضت لكل الصورة اللي هي كان فيها التسلسل بعد كده رح طالع لغاية ملف هو الكوبري كده والبرلمان الاوروبي يعني على النص يبا يبوس على نهر التيمس فرح داخل في الصور بتاع البرلمان ولما دخل في الصور ده رح نزل بسكينة وطعن شرطي وكان عايز يطعن واحد تاني لكن كان فيه في المشهد ده الحقيقة حد يعني وزير زي ما قلت لكم انه كان في حد مسؤول حاول ينقزه لمدة ساعة وده يعني بجد فعلا الكل الكل المواقع تبريته البطل وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس العموم البريطاني اللي انتو شايفينه دلوقتي اه توبياس او اه كان بسرعة راح وهو ما فكرش حتى انا ممكن يطعن ما فكرش في اي حاجة هو كان بيفكر انه ينقز حياة الشرطي حاول ان هو يعمله تنفس صناعي حاول معاه لغاية ما في الاخر يعني كان حتى في مشاهد جايبينها ليه ان هو محبط جدا انه للاسف ما قدرش ما نجحش في انه ينقز حياته لغاية ما الاسعاف جيه فالحقيقة يعني تحية لهذا الوزير البطل على الجانب الاخر هناك كانت هجمة على فتاة الفتاة دي كانوا بيقولوا ان هي مشغولة بتليفونها وقدام الناس المصابين وماشية ما فيش اي حاجة اه انتشر الموضوع ده عن طريق واحد من تكسس على تويتر تقريبا او على موقع موقع تواصل اجتماعي وان هي ازاي ان هي مش مش هميمها حاجة خالص وفي بعض الناس حاولوا يدفع عنها وكبروا صورة وشها وقال لك وشها باين عليه ان هي ممكن جدا تكون في حاجة ممكن تكون بتحاول تطمن على حد من قرأ يبقى حد من سحبها في المنطقة عموما يعني زي بقول لكم في بعض المشاهد كده اللي تم رصدها في هذه الواقعة من الامور التانية كان برضو جدل حصل ما بين صديق خان اللي هو عمدة لندن المسلم الباكستاني من اصل الباكستاني وما بين ابن دونالد ترامب مش دونالد ترامب نفسه تبادلوا التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كمان قاعدت تدافع عن صديق خان سخرية بقت ابن الرئيس الامريكي دونالد ترامب من عمدة لندن اثارت آآ غضب رواد رواد التواصل الاجتماعي صلت بعضهم الدوق على هواسه بصيد الحيوانات قاعدوا بقى ينشروا له الصور وهو بصيد فيل ومش عارف ايه وقاعدوا بقى يتكلموا عليه ويهجموه وبيدفعوا عن صديق خان هو الفكرة ان هو نشر نشر على خبر كان بيقول فيه صديق خان انه انت طالما انت عايش في مدينة كبيرة ومدينة بحجم لندن توقع انك يحصل لك اي عمل ارهاب انك تتعرض لاي عمل ارهابي فطبعا كان ابن دونالد ترامب بيقول يعني انه الهجوم الارهابي يعني هو بيقول له ازاي يعني اكيد انت بتهزر اه في حاجة في حد بيقول كده يعني رئيس بلدية لندن فهو بيقول كده جينيور دونالد ترامب جينيور ابن دونالد ترامب فبيقول له بيوجه كلامه وحط اللينك بتاع الانديبندنت اللي هو بيقول فيه صديق خان الهجوم الارهابي جزء لا يتجزأ من العيش في مدينة عالمية كبيرة فطبعا ده كان عليه انتقاد منه بس زي ما بقول لكم بقى الحكاية حصلت انه انتقادات متبادلة وهو لفت النظر يعني ابن دونالد ترامب قال لهم يا جماعة انتم مش شايفين يعني ده اكيد بيهزر اه رئيس بلدية لندن بيقول ان الهجمات الارهابية جزء من العيش في مدينة كبيرة فطبعا يعني ده اللي حصل اه كل رؤساء العالم بلا استثناء اتصلوا بتريسا ماي لتقديم واجب التعزية او بارسلوا برقيات تعزية اه طبعا اه الرئيس السيسي دونالد ترامب اوباما اه كل الناس يعني الحقيقة طبعا وكا رئيس سابق للولايات المتحدة الامريكية اعرب كله اعرب عن تعزي في هذا الحادث الاليم بالنسبة لندن اه ما رفعوش درجة التقهب على فكرة او درجة التوارق للدرجة الحارجة اه تعاملت ريزا ماي مع الموقف بشكل اه بشكل يعني ناضج جدا وحكيم جدا اه في نفس الوقت برضو كان انتشر لها صور وهي خارجة برضو كانت يعني الناس اللي كانت بيقول هم كانوا الحراس بيخرجوها من البرلمان البريطاني وقت الحادث ولكن برضو مش باين عليها في الصور اللي انتشر تنزعاج ولا اه اي حاجة اه الرئيس الفرنسي فرانسوا اولامد برضو عبر عن تعزيل رئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي وكان بيقول انه الارهاب مصدر قلق للجميع ويجب اتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الهجمات